السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من جيتي اي 5 من خمس شهور نزلت طريقة استبدال جميع سيارات جيتي اي 5 إلى سيارات واقعية والحمد لله الفيديو كان عليكم بالرهيب أكثر من المطاقع وفي نفس الوقت في ناس كتيرة من إصدارات مختلفة قبلوا مشاكل مع تركيب حزمة السيارات دي ومنها مشكلة عدم تشغيل اللعبة فعلشان كده في فيديو النهاردة هنستبدل مع بعض 200 سيارة من سيارات جيتي اي 5 إلى واقعية وهنحل معظم المشاكل اللي واجهتكم وبرضو الحزمة دي لحد دلوقتي من وجهة نظري هي أفضل حزمة استبدالها السيارات لا تنساش تدعينا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلوا من عندك واسبكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة طبعا بعد ما بتركب حزمة السيارات دي بتبدأ تخرج من بيته وعلى طول هتواجه العربيات الجديدة اللي احنا لسه مستبدلنها دلوقتي الأول لهم هي عربية فرانكلين طبعا زي ما احنا عالفين ان عربية فرانكلين هي عربية دوجي أصلا فزي ما انت شايف كده العربية استبدلت بالزبط النفس العربية الحقيقية اللي موجودة في الحقيقية ولكن روكي استر طبعا زي ما تعرفين ما ينفعش تحط مركات العربيات الحقيقية علشان الحقوق كده بس زي ما انت شايف كده بداية هي عربية فرانكلين طبعا زي ما انت شايف كده الحزمة شغالة عادية جدا وكل حاجة تمام وغير كده انا مركبها مع عمود جرافيك اللي هو الرياليزم بيوند طبعا هسيبه لك تحت في الوصف برضو ولكن تعالوا كده نتكلم مع بعض على الأبرز النوعات الموجودة مع حزمة العربيات دي طبعا الحزمة دي فيها 200 سيارة سيبدال و200 ده ممكن يكون رقم صغير بالنسبة لك ولكن ده مش رقم صغير أبدا 200 سيارة دي ممكرنة بعربيات اللعبة كلها فهي اعتبر رقم صغير فعلا ولكن 200 سيارة متفلطرين على أساس أشهر العربيات الموجودة في الشوارع الموجودة في جتي افهاي زي ما انت شايف كده يعني تقريبا معظم العربيات او كلها تقريبا مبدلة لعربيات حقيقية وده بسبب ان مطور الحزمة دي مختار عربيات مشهورة في الشوارع بتاعة اللعبة بالنسبة لتأثير الفريمات فالحزمة دي بتأثر فعلا على الفريمات ولكن مش تأثير كبير لو جهازك متوسط فالحزمة تشغل تماما بدين اي مشاكل وخلي بقى لك كمان انا مركب مع الحزمة دي مود جرافيك والامور شغل تماما يعني هوريج دي واتي الفريمات والكلام ده كله بس دلوقتي انا مركب الحزمة دي مع مود الجرافيك ده على الكارت الجي تي اكس 1050 تي اي نسخة الاربع جيجا زي ما انت شايف كده كل حاجة مبدلة بالشكل اللي انت شايفه ده طبعا لو في اي جيلش انشرفته فايكون بسبب مود الجرافيك اما انت زي ما انت شايف كده الجي تلاتة وستين عربيات كتل جدا مشهورة في الحزمة دي فلو انت بتشغل اللعبة عندك ستتين فريم مستقر بدون اي درو فريم ولو ركب تبقى حزمة العربات دي ممكن تخسر اول عشر فريمات او خمستاشر فريم اما لو اللعب عندك بتشغل اكتر من ستين فريم فا اعتقد ان امورك تمام لو كارتك جيت اكس 1650 فا امورك ستبقى تمام وستين فريم مع مود جرافيك وكل حاجة ستبقى مزبوطة وقارن بقى الكروت دي مع الكروت المقابلة لها من اي ام دي سواء بقى ار اكس او اي حاجة من الحاجات دي طبعا زي متلاك العربية كتير جدا ومتنوعة هنغير العربية دي وناخد مثلا عربية تانية تعالوا نخوش الباركينج ده نشوف ايه العربيات اللي موجودة جواه عندنا هنا طبعا مجموعة عربية اولهم العربية الكياز بورتاش دي كما انت شايف كده كلها عربيات من بدلة وكلها عربيات حقيقة او حتى العربية الجولف دي لا دي نيسان كمان الجولف هي اللي هناك دي ودي برضو كيا ودي الجي 63 مرسيدس طبعا طبعا الحزمة دي قديم او يعني بقى لها خمس شهور ولكن هتفضل الحزمة دي حزمة كويسة جدا ومناسبة للوقت اللي احنا موجودين فيه دي طبعا عربية او دي عربيات كتيرة مبدلة تعالوا ناخد مثلا الجي 63 طبعا كلها عربيات وقعية وبرضو ينفع تعدل عليها عادي جدا لو روحت بيها جراش ربساندوس او اي جراش من الجراشات هتلاقي عادي العربية بيتعدل عليها وامورك تمام وكل حاجة مزبوطة انا جيت هنا الصحراء كمان علشان نشوف العربية الموجودة في الصحراء مبدلة ولا لا والحاجات دي طبعا زي ما انت شاف كده كل حاجة تمام عربية الصحراء برضو كلها مبدلة وكل حاجات اللي انت شايفها دي ولكن تعال لك مع بعض نظر الفريمات نروح مثلا امسواي افتر بيرنر نكبر مثلا الفريمات شوية بالشكل اللي انت شايفه ده زي ما قلت لك الكارت عندي بيشغل اكتر من 60 فريم فالأمور 60 فريمة هي وانا مركب مود جرافيك ومركب كمان حزمة العربيات دي وكمان الكارت عندي مش مستهلك 100% وده دليل علي ان اللعبة بتشتغل تمام مع حزمة العربيات دي فزي ما انت شايف كده كل حاجة تمام الفريمات مستكرة على 60 على كارت جي تي اكس 1050 كارت قديم جدا الكارت من 2014 قريبا او 2016 فبصراحة الحزمة يعني مش افضل حاجة في الحزمات يعني طبعا فيه حزمات اخف من كده بكتير ولكن العربيات اقدموا جودتها مش افضل حاجة مش نفس الحزمة دي كده بالضبط انا ديما منصح بحزمة العربات دي لو انت ناوي تستبدل جميع سيارات جي تي افايف بصراحة حزمة امتازة عربيات يعني متناسقة في منها جديد جدا وفي من عربات قديمة طبعا عربات السوبر برضى نفس الموضوع لو روحنا مثلا عربات السوبر كده بالشكل ده واخترنا اي عربية من عربية دي هتلاقيها ابدلت بالشكل اللي انت شايفو ده مثلا عربية البوجاتي دي فبصراحة يعني حزمة ممتازة جدا طبعا البوجاتي مش عارف يا مودير كان بصراحة ولكن الحزمة مستبدلة وكل حاجة تمامة طبعا الفريمات عندي بتطلع اكتر من 60 ولكن انا اقافل الفريمات عندي على 60 فريم لان الشاشة عندي ما بتدعمش اكتر من 60 فريم فبصراحة الحزمة كويسة جدا لو انت حابب تركبه لو عجبتك الحزمة دي وعايز تركبه عندك يلا بينا نروح بسرعة نشوف طريقة التركيب طبعا في البداية نتكلم على الاصدارات اللي بتدعم حزمة استبدال جميع سيارات جي تي اي فايف او عموما يعني الاصدارات اللي بتدعم تركيب عربيات اصلا طبعا في فرق بين الاستبدال وفي فرق بين العربيات الادون الاستبدال بتبقى بدل عربية مكانة عربية وبتقابلها في الشارع عادي اما الادون فهي عربيات انت بتضيفها جديدة على اللعبة ومش بتق فوق اللعبة ولكن بتلاقيها في الشارع عادي بشكل طبيعي وكنا عملنا حزمة قبل كده من النوع ده تب دلوقتي اي هي الاصدارات اللي بتدعم الحزمة دي او استبدال عربيات عموما فهي الاصدارات الاعلى من اصدار 757 وعلشان تعرف الاصدار بتاعك هنعرف كمان شوية ولكن يلا بينا نبدأ نفتح ملفات اللعبة اول حاجة كده بالشكل ده هروح نركب كل الملفات دي دي ملفات اساسية ودي حزمة العربيات الملفات الاساسية دي طبعا لازم تبقى عندك عشان تقدر تركب اي عربية ا او اي مود في جيتي اي 5 طبعا في فيديو شرح مفصل عن كل الملفات الاساسية دي هسيبكوه لك تحت بارك نروح اول حاجة نركب اسكريبت هوك فيه هنفتح ملف البن ناخد اول ملف وثالث ملف نحطهم في ملفات اللعبة بعد كده اسكريبت هوك في دوتنت هناخد الست ملفات دول ونحطهم برضو نفس الموضوع في ملفات اللعبة عندنا بقى في ناس بتفتح اللعبة وبعد شوية بتلاقي اللعبة بتكرش او اللعبة اصلا بتقعد تحمل وما بتفتحش وده بسبب ان انت مش مركب الهيب اج ولا الجيم كونفج نفتح اول حاجة الهيب اجسر كده ونحطه في ملفات اللعبة بعد كده الباك فايل ليمت اجسر برضو ناخد الملفين دول في ملفات اللعبة طبعا لو قفت على كده وركبت العربية وراحت فلاحة اللعبة فاللعبة ليس هتفتح فلازم تركب عندك الجيم كونفج والجيم كونفج ده بيبقى ملف الكل لاصدار معين ويتركبه عن طريق برنامج open IV اللي هنثبته مع بعض الوقت طريق تثبيت برنامج open IV نكست نكست وفي الاخر فينش طريق تثبيته زي ا اي برنامج بيتثبت عادي في اي حتة وبعد ما بتثبيته بتطلع لك الايكونة بتاعته كده على سطح المكتب بالشكل ده نبدأ نفتح برنامج open IV وتختار المنصة اللي انت بتلعب عليها سواء اكس وكس او بليستيشن او حتى ويندوز فعادي جدا امورك هتبقى تمامة طبعا انا بركب دلوقتي على بي سي بعد ما فتح معنا البرنامج اللي اول مرة تثبيته بتضغط على علامة الصحة دي وتعمل لكل الحاجات دي install بعد كده بتروح تفعل edit mode لشان نقدر نعدل على اللع طبعا ما تنساش تاخد نسخة احتياطية من اللعبة بتاعتك لو انت بتحب تلعب online ولازم تاخد نسخة احتياطية طبعا تاخد نسخة احتياطية زي زي ما انا عامل كده بقى اخد ملف اللعبة كله منبرقوبة او تضعوا في اي مكان تاني وبتبقى نسخة online وللنسخة اللي بركب عليها المندات بفتح انا منورة كده طبعا بعد ما تاخد نسخة احتياطية اصلا اللعبة مش تفتح معك النسخة اللي انت خدتها احتياطية ففيديو على قناتنا التاني اللي هي هي you see live وهسيبها لك تحت فيديو بيخليك تدخل من نسخة الاحتياطية دي من غير ما تسجل الدخول يبقى شوفه برضو لو انت حابب تاخد نسخة الاحتياطية يعني نروح نركب بقى gameconfig علشان انا طولت عليكم طبعا طريقة تركيب gameconfig بتفتح ملف update بعد كده ملف update.rbf بعد كده common بعد كده data بعد كده تضغط موفق هنا على شوق mode the folder او copy to mode the folder بعد كده بنروح نشوف اصدار اللعبة بتاعتنا اصدار كان وتعرف كيف تفتح ملفات اللعبة وتروح عندك على gta5 اللي هي ايكونة التشغيل تضغط عليها click main بعد كده pro birds بعد كده هتروح من فوق هنا على details هتلاقي هنا file version بتاعت او الاصدار بتاعي انا اصدار 3095 في وقت تصوير الفيديو ده كان هو احدث اصدار طبعا لو نزلت اصدارات احدث من كده عادي برضا تقبلها بس كما قلت لك الاصدار اللي اقل من 757 وبالذات اصدار تطول 150 لان الاصدار ده مشهور جدا فالاصدارات ده ما ينفعش تركب سيارات نهائي لان اللعبة عندك مش هتفتح وانا بحذر عشان ما تضيعش اللعبة بتاعتك تمام كده عرفنا اصدار اللعبة بتاعتنا يلا بقى نروح على gemconfig نفتح اول حال كده gemconfig من بره طبعا دايما انا بسيب لك الملفات احدث نسخ يعني حتى لو عد اصدارات تانية جديدة من اللعبة بعد تصوير الفيديو ده فهتلاقي كل الحاجات برضو احدث حاجه دايما احدث اصدار من الجيمconfig ستلاقيه بره كده اما الاصدارات اللعقل من 3095 فهتلاقيها هنا داخل فولدر اسمه old virgins ولو فتحت old virgins كما انت شايف كده هتلاقي ان قل اصدار موجود لي هو 757 تمام ولكن انا بقى مش محتاج ال old virgins في حاجه انا اصداري 3095 فهتلاقي بره هفتحه كده بالشكله بعد كده اروح على four more modes واروح على الفولدر اللعبين كوسين ده ببقى الاستوكتابع لو ما لقيتش في الازدار بتاعك مبين كوسين عادي اختار اللي هو الترافيك العادي هروح على البين كوسين بالشكل ده كده واخد الجيمconfig احطه عندي هنا في مصار اللي احنا فتحناه في برنامج open IV كده خلاص احنا اللعبة عندنا جاهز انها تستقبل عربيات كده مشكلة ان اللعبة بتفضل تجدك شاشة البداية وما بدخولش على لعبة وبيخرجك منها دي كانت سبب المشكلة دي وفيه برضو مشكلة تانية هنعرفها دلوقتي وهنحل لها برضو دلوقتي اللي هنعمله بقى دلوقتي اللي احنا هنفتح حزمة العربيات طبعا لو قابلتك باسورد في الملف بتاع العربيات فهتلاقي الباسورد هو هيوسين اسم القناة والحروف كلها اسمه هنفتح الفولدر بعد كده هتلاقي على طول الفولدر اسمه car place back وهتاخد الفولدر ده كده هتلاقي بالاسم ده مش شرط طبعا باسم الفولدر اللي بره نفس الاسم اللي عندي وهتروح هنا كده من برنامج open IV تضغط من فوق على جي تي اي فايف وتسحب الملف ده كده عندك على برنامج open IV هيبدأ يفك الضغط بعد ما فك الضغط كده بالشكل ده وتروح هنا تضغط على انستول بعد ما تضغط على انستول تضغط على مودز فولدر وبعد كده بتضغط على confirm installation فبيبدأ تثبت معك بالشكل ده طبعا بياخد من حوالي ديئتين لخمس دا على حتى بسرعة الهارد عندك بعد ما خلاص الحزمة تثبتت بالشكل ده كده خلاص انت استدلت العربي بس في مشكلة احتمال تقابلك والمشكلة دي هي انك لما تيجي تفتح اللعبة بتاعتك نروح كده على اللعبة بتاعتنا وافتحها كده بالشكل ده سواء بقى انت فتحتها من ابك او فتحتها من بره كده فعادي على حسب بقى ما انت بتشغلها تفتحها كده بالشكل ده بتقابلك المشكلة اللي قدامك دي اللي هو مشكلة script V فحل المشكلة دي بقى ايه انك تضغط هنا على نو تمام وبعد كده تروح على script V مرة تانية اللي احنا كنا لسا مثبتين وكنا ركبناه هو اول ملف وتفتح ملف البن هنحتاج بقى تركبه مرة تانية علشان نحل المشكلة دي وناخد اول ملف وثالت ملف ونحطهم تاني جوه ملفات اللعبة وتوفى على اسب ده نتجرب كده نفتح اللعبة مرة تانية جي تي اي فايف طبعا من اي ايكونة انت بتشغلها منها بعد ما هفتح اللعبة كده بعد ما ركبت ال script V مرة تانية لان ده هو حل المشكلة اللعبة فتحت ايه بالشكل ده وطبعا حل مشكلة شاشة التحميل ان هي بتفضل تحمل كده ومش بتدخل ده برضو تتحلت مع تركيب اللي هي بقى جسر والgame config وبس كده شباب يكون انتهى في فيديو النهاردة بتمنى ان انا اعجبكو ما تنساش دعمنا باللايك والشير والاشتراك واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله والسلام عليكم